السلام عليكم أعزائي الطلبة نعود مجدداً مع مقرر كيميا 214-216 للمستوى الثاني ثانوي ودرسنا اليوم هو العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل لدراسة سرعة التفاعل يجب أن نتذكر شروط النظرية التصالم في نظرية التصادم تنص على أنه لا يحدث تفاعل كيميائي إلا إذا حدث تصادم في اتجاه معين بين الجسيمات المتفاعلة كما يجب أن تكون هذه الجسيمات المتفاعلة بطاقة كافية لتصادمها الآن سنتكلم عن العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل أول عامل من العوامل التي سنتعرض إليه هو تركيز المواد المتفاعلة ثانياً نتكلم عن درجة حرارة التفاعل ثم مساحة السطح وأخيراً سنتعرض إلى العامل المحفز في عملية تسريع أو في العامل المؤثر كعامل مؤثر لسرعة التفاعل تأثير التركيز نبدأ من العامل الأول وهو تأثير التركيز على سرعة التفاعل الكيميائي يعتبر تركيز المتفاعلات من العوامل المؤثرة في التفاعل المؤثر إذ كلما ازداد تركيز المواد المتفاعلة ازدادت سرعة التفاعل دعنا نتكلم عن تفسير هذا العامل المؤثر كيف يؤثر تركيز المواد على سرعة التفاعل بينها بالاعتماد على نظرية التصادم التي سبق واندرسناها عندما يزداد تركيز المواد المتفاعلة تتقارب الجسيمات مع بعضها البعض فيزداد التصادمات وبالتالي ينتج عدد أكبر للنواتج نلاحظ هذا الرسم لما تكون عندي تركيز المواد المتفاعلة منخفض هنا ستكون تصادمات أقل بينما زيادة التركيز للمواد المتفاعلة نتيجة ستكون نهايتها هو كثرة التصادمات بين المواد المتفاعلة تأثير مساحة السطح كعامل آخر هذا العامل الآخر إذن نستذكر العامل الأول تكلمنا عن تأثير تركيز المواد المتفاعلة العامل الآخر هو تأثير مساحة سطح المادة المتفاعلة في سرعة التفاعل تعمل زيادة خلينا نشوف شلون بيتأثر زيادة مساحة سطح التفاعل على زيادة سرعة التفاعل إذن كلما زادت أوجه المادة المتفاعلة كلما زادت سرعة التفاعل نشوف هذا الشكل بأنه لو كان عندي جسم ذو ستة أوجه هذا يعتبر مساحة منخفضة في قطع هذا الشكل المكعب سينقسم إلى قسمين وتكون عندي ستة أوجه لجسمين مختلفين هذا الجسم الأول وهذا الجسم الآخر ولكل منهما ستة أوجه ستزداد إذن سيكون عندي زيادة في مساحة سطح التفاعل أيضا لو تقطعت هذه إلى أربعة أجزاء ستزداد المساحة وبالتالي تزداد التصادمات كيف تؤثر زيادة سؤال كيف تؤثر زيادة مساحة سطح التفاعل على سرعة التفاعل يقول لي بأن بالاعتماد على نظرية التصادم إذن نظرية التصادم عزيز الطالب هي محور سرعة التفاعل والعوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل فعندما تزداد مساحة السطح للمواد المتفاعلة نتيجة لذلك تزداد عزة التصادمات التي تنتج مواد أكثر فيتكون نواتج أكبر أي يكون فيها سرعة للتفاعل أعلى عدنا أمثلة حول تأثير المساحة عدنا دوبان مسحوق السكر بيكون أسرع من دوبان قطعة السكر عند تعريض كتلة من سلك تنظيف الأواني وأخرى مساوية لها في الشكل مثل مسمار حديدي تحترق الأولى بينما يتوهج الآخر ينضج قطع أو تنضج قطع اللحم المفروم أو قطع اللحم الصغيرة بشكل أسرع من قطعة اللحم الكبيرة هذا دليل على بأنه زادت من مساحة اللهوة كأمثلة أخرى عديدة أيضا ستتعرفون عليها في الكتاب المدرسي ننتقل الآن إلى العامل الثالث من العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل وهو تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل يا ترى كيف تؤثر درجة الحرارة في سرعة التفاعل نلاحظ أن تزداد سرعة التفاعل الكيميائي نتيجة لارتفاع درجة حرارة التفاعل خلينا نلاحظ من خلال هذا السؤال كيف يمكن تفسير تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل لاحظوا إياي أن الارتفاع في درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة الطاقة الحركية للجسيمات إذن الطاقة الحركية للجسيمات تزداد نتيجة لارتفاع في درجة الحرارة فبالتالي يؤدي إلى أن تكون هذه الجسيمات منشطة فتزداد عدد التصادمات إذن رجعنا إلى نظرية التصادم فزيادة عدد التصادمات الفعالة تؤدي في النتيجة إلى زيادة في سرعة التفاعل إذن سرعة التفاعل تم زيادتها نتيجة لارتفاع درجة الحرارة والآن عزيز الطالب ما المقصود بالجسيمات المنشطة الجسيمات المنشطة هي الجسيمات التي تمتلك طاقة كافية لحدوث ولبدء التفاعل الكيميائي كيف يمكننا تفسير تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل الكيميائي بالاستعانة بالرسم البياني التالي نلاحظ مع بعض أعزائي الطلبة وجود علاقة ما بين عدد الجسيمات وطاقة التصادم من خلال ملاحظتنا إلى المنطقة المضللة تعني أن عدد الجسيمات المتصادمة التي تمتلك طاقة تنشيط كافية تكون أكبر أو تمتلك طاقة كافية للتفاعل تكون أكبر من طاقة التنشيط أي تكون في هذا الجانب وتكون على المحور السيني بالملاحظ أن لو كان عندي هذا التفاعل عند درجتين حرارتين مختلفتين بنلاحظ إذا كانت درجة الحرارة منخفضة اللي هو يمثل اللون الأزرق الخط الأزرق رايح اللي هو يمثل عندي درجة التصادمات لمساحة عدد جسيمات قليلة وهو يمثل T1 أي أن T1 هي المنطقة المحددة والمضللة باللون الأزرق اللي نشوفها مع بعضنا يعني أن الجسيمات المتصادمة تمتلك طاقة كافية ولكن هذه الجسيمات عددها قليل عند الملاحظ عند ارتفاع درجة الحرارة عند T2 نلاحظ أن المساحة التي تكونت هي مساحة كبيرة نسبيا بمساحة الخط الأزرق فلذلك رايح تكون عندي هذه المساحة التي تمثل المساحة الطاقة الجسيمات التي تمتلك طاقة عالية في حدوث التفاعل تأثير العامل المحفز على سرعة التفاعل نلاحظ هذا عامل الرابع والأخير عزيز الطالب من عوامل المؤثرة في سرعة التفاعل ما هو العامل المحفز؟ العامل المحفز هي مادة كيميائية تضاف إلى متفاعلات فتزيد من سرعة تفاعلها فسر كيف يؤثر؟ رايح نفسر شلون يؤثر العامل المحفز في سرعة التفاعل الكيميائي؟ يؤثر العامل المحفز التفت معي الطالب عزيز الطالب يؤثر العامل المحفز عن طريق خفض طاقة التنشيط للمتفاعلات فيسهل تصادم بين المتفاعلات وبالتالي تزداد سرعة التفاعل عزيز الطالب الآن سنفسر أثر العامل المحفز في سرعة التفاعل من خلال الرسم البياني الذي يوضح العلاقة ما بين الطاقة المواد المتفاعلة والناتجة مع سير التفاعل نلاحظ أن طاقة التنشيط التي توجد في المنطقة المحصورة ما بين خمسين كيلو جول وثمانين كيلو جول والتي يمكن حسابها بمقدار ثلاثين كيلو جول أي أن هذه الطاقة هي قيمتها هي عبارة عن ثلاثين كيلو جول مع الملاحظ من طاقة التنشيط هي الحد الأدنى من الطاقة التي يجب أن تمتلكها المواد المتفاعلة هذا في حال عدم وجود العامل المحفز بدون وجود العامل المحفز نلاحظ تأثير العامل المحفز شوف معي عزيز الطالب بأن مع وجود العامل المحفز نلاحظ أن طاقة التنشيط أصبحت أقل مما كانت عليه بدون عامل المحفز ومع وجود العامل المحفز تصبح طاقة التنشيط تساوي 10 على اعتبار أنه الفرق بينهم 10 كيلو جول خلاصة نتكلم عن العامل المحفز بمنحنيين اللي هو بوجود عامل المحفز وبدون وجود العامل المحفز أي عزيز الطالب دمجنا المنحنيين السابقين الأول والثاني لتوضيح الفرق ما بين التفاعل في وجود عامل المحفز وعدم وجود العامل المحفز فنلاحظ أن مع عدم وجود العامل المحفز كانت طاقة التنشيط أكبر ما يمكن بينما مع وجود العامل المحفز أصبحت طاقة التنشيط أقل مما كانت عليه في عدم وجود وهذا هو دور العامل المحفز في تسريع وزيادة التصادمات التي بالتالي تزيد من سرعة التفاعل إذ أنه لا يغير المتفاعلات ولا يغير من طاقة المتفاعلات أو يغير من طاقة النواتج وصلنا لختام درسنا اليوم أتمنى لكم الاستفادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته